مساء الخير وأهلا بكم في حلقة جديدة من فضلك لو عجبك الفيديو ده ما تنساش تضغط لايك هنتكلم النهاردة عن شخص مثقف يتحدث اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة واحد من أبرز النجوم اللي جسدوا دور الأجنبي أطلق عليه الناس لقب خواجه السينما المصرية ويقدر أنه هو يسيب بصمة قوية عند الجمهور بسبب ملامحه الأجنبية فجأة الرجل ده اختفى أتاري أن حياته أصلا اتقلبت رأسا على عقب في يوم من الأيام تفاصيل كتير قوي يمكن تكون متعرفهاش عن الخواجه يوسف العسال هتعرفها في الفيديو ده قبل مبدأ حابي باشكر صاحب التعليق اللي اقترح عليا القصة بتاعت النهاردة وحابي بقول لكل الناس اللي سألوا عني وعزوني في وفاة والدتي شكرا لحضراتكم نخش في الحلقة ونقول بقى أنه هو اسمه الحقيقي يوسف جورج يوسف وشهرته يوسف العسال مولود يوم 4 مايو سنة 1947 بدأت حياته في شركة الطيران الرجل ده كان بيحب الطيران ومجال الطيران وعمره ما كان بيفكر في موضوع التمثيل ده وبما أنه هو رجل مرموق رجل طيار علاقاته الشخصية ومعارفه كثير فيمكن يكون حد من زميله رشحه أنه هو يدخل مجال التمثيل عن طريق الصدفة رشحه حد أنه هو يخش في منتصف السبعينات علشان يجسد شخصية الرجل الأجنبي وطبعا زي ما بقولكه هو جسد الشخصية دي بسبب حاجتين أولا اتقانوا اللغة الفرنسية والإنجليزية بالإضافة إلى الشكل بتاعه الشكل بتاعه تماما هو رجل أجنبي شارك في عدد كبير من الأعمال الفنية وصلت الأعمال دي حوالي 230 عمل فني من أشهرها على الإطلاق الأفلام اللي قدمها في السينما زي مثلا أنا بضيع يوديع وبونسواري دكان شحاتة حفل الزفاف البلد دي فيها حكومة الحياة منتهى اللذة خالي من الكلسترول وعدد كبير من الأفلام ممكن أنتوا كمان تفكروني بعدد من الأفلام دي كمان قدم عدد من الأعمال التلفزيونية إمام الدعاء عائلة الحج متولي إسماعين ياسين أبو دحكي جنان الملك فاروق حنان وحنين أدهم الشرقاوي وعدد كبير من الأعمال الفنية ولكن هخص بالذكر كمان آخر أعمال مسلسل صرايا عبدين كان الجزء الثاني منه وكان بيلعب فيها دور شخصية ديلي سيبس صاحب فكرة حفر قناة السويس تم عرض العمل ده بعد وفاته كل الأعمال الفنية اللي اشترك فيها بلا استثناء يعني لو هم 230 عمل حنلاقي إن 229 عمل لعب فيهم دور الرجل الأجنبي المهم دي أهم المحطات بالنسبة ليوسف العسال الفني تعالوا ونتعرف على حياته الأسرية اتجاوز العسال من خارج الوسط الفني وكان عنده ولد وحيد اتوفى قبل ما يتوفى يوسف بحوالي 13 سنة يمكن دي المعلومات اللي موجودة عن الحياة الأسرية بتاعت يوسف العسال سيبك بقى من تاريخه الفني وسيبك بقى من حياته الأسرية وتعالوا نتعرف على اللحظة الصعبة جدا اللي مشهور بيها يوسف العسال لحد النهار يوم 19 نوفمبر سنة 2014 رحل عندنا يوسف إثر جريمة غريبة بشعة حصلت في شارع في مصر الجريدة اسمه شارع بجداد والحي ده حي راقي القضية دي لحد وقتنا هذا مؤيدة ضد مجهول وما تمش معرفة مين مرتكب هذه الواقعة اللي حصل ببساطة ان اليوم ده زي ما بقولوكو ده جرز الباب حد بيخبط الزوجة في الحمام فتح يوسف للناس قالوا انتمين يا جماعة قالوا احنا الناس بتوع الكشاف ومحاصنين الكهرباء كانوا اربع اشخاص يعني فكامي عم الكهرباء قالوا له اكس اي رقم يعني فدخل يوسف علشان يجيب الفلوس بتاعة قيمة الكهرباء يعني من قط نضوم ولا 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 وقتها دخل وراء الناس بسرعة وحاولوا ان هم يمنعوه من الكلام وقام حد منهم بضربه على وشه وقام التاني بوصلة ضربه كمان وتأييده ووقتها زوجته كانت خارجة من الحمام وشافت جزها والمتهمين حواليه حاولت ان هي تروح على شباك علشان تستغييص بالجران ولكن قام حد من الناس اللصوصي يعني ان هو حاول يمنعها وقتها قاموا بتكتفها وتكميم بقها وبدأوا يسألوها فين الدهب بتاع ابنك وقتها هي استغربت جدا لان هي ابن واحد اللي عندهم زي ما بقولكوا متوفي من فترة طويلة جدا استغربت جدا ان هما يسألوها عن دهب ابنها فكرروا السؤال مرات عدة لحد ملقوا بس 200 جنيه بعد ما قلبوا الشقة رأسا على عقد وزوجة الراحل قالت ان هما قاموا ببعثارة الملابس علشان يدوروا على اي حاجة ملقوش حاجة حتى السلسلة الدهب اللي كانت حوالين رقبة يوسف العسال سابوها زي ما هي وما عملوش اي حاجة وقالوا لها لما يفوق بيقولي له المعلم كده خد حقه بس لو اتكررت تاني هيعمل اكتر من كده المهم ان الناس دي مشيت وهي استغاثت بالجران وصوتت يعني الناس لحقوها والشرطة جت وحاولوا يعرفوا ايه اللي بيحصل ولكن فجأوا ان يوسف العسال الله يرحمه توفى نتيجة الصدمة الشديدة اللي هو تعرض ليها مات عند عمر سبعة وستين سنة الغريب ان الرسالة اللي هما سابوها لها لما يفوق قولي له المعلم هيعمل اكتر من كده ده كلام هرتقى كده وايه كلام لان لا تم العصور على المعلم ولا تم العصور على الاشخاص بالاضافة الى ان الرجل يوسف العسال كان رجل مسالم رجل طيب مالوش اي عداءات ولكن قد يكون حد منهم عنده دم فبيحاول ان هو يبرر السرقة ويقول لها يعني ان هو جاي تبع حد وطبعا لا ما هو حد عارفهم كويس اكيد لانه كمان عارف ان كان ليهم ابن وتوفى ويمكن علشان هو فنان فالناس عارفة معلومات عنه المهم انتهت حياة يوسف العسال بالوفاء الصعبة دي اللي تقشعر او يقشعر تقشعر ولا يقشعر مش عارف يقشعر لها الابدان يعني نهاية صعبة مؤلمة زي الافلام الناس بتتكلم عنها لحد النهاردة دي كل الحكاية ودي كل الحلقة اتمنى ان هي تكون عجبتكم اتمنى ان انتو تدعولوا بالرحمة وتدعو بالرحمة لكل الناس اللي انتو فقدتوها وانتو بتحبوها اما انا فطبعا انا مبسوط ان انا كنت معاكم شكرا لكم اشوفكم على خير في حلقة جديدة مع السلامة اشتركوا في القناة